لو عندك بطاطس في البيت اعمل الوصفة الحلوة دي هنعمل البطاطس بطريقة هتغير طعمها نهائي افضل كتير من البطاطس المالية العادية وبتكون مقرمشة جدا جدا وهنعمل كمان جنبها صوس للتغميص الصوس ده مقوناته سهلة جدا من الجبنة اي نوع جبنة موجودة عندكو ومنها ريسة الفلفل الاحمر اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة هنحط البطاطس في كبة الخلاط البطاطس سلقنها انا معي نص كيلو بطاطس وممكن كمان منستخدمش كبة البطاطس ونهرس البطاطس بشوكة اهم حاجة نهرسها كويس جدا وهنضيف على البطاطس ربع معلقة صغيرة ببيكنج بودر ونص معلقة صغيرة ملح وكمان هنضيف عليها نص معلقة صغيرة بابريكا ولو حابين تضيفه شطة يبقى ربع معلقة شطة وكمان هنضيف نص معلقة صغيرة فلفل اسود وكمان هنضيف كباية دي والمعيار ده هو كباية الشاي العادية بعد كده نخلط المكونات دي كويس بالكبة ودي شكلها بعد ما اتخلطت شبه العجين الجامد شوية بالشكل ده شايفين متماسك ازاي؟ يعني مش سايل بعد كده هنجيب كيس دلاجة عادي وندخله جوه كباية بالشكل ده ونصب فيه العجين ممكن تقسموا العجين ده على كسين وممكن تحطوه في كيس واحد بعد كده هنطلعوا الكيس من الكباية وهنجيب العجين في ناحية من الكيس كده عشان الكيس يكون شبه القرطوس بعد كده هنجيب المقص ونقص ترتوفة الكيس بالشكل ده حتة صغيرة وكمان هنقص الجزء الزيادة ده من الكيس عشان تكون سهلة في التشكيل بعد كده هنقليها في زيت سخن على درجة حرارة متوسطة بعد الزيت ما يسخن هنوطي النار ونحط المقص في الزيت بعد كده ننزل العجينة من الكيس بالشكل ده ونقصها بالمقص بالشكل ده انا حطيت بوز المقص من قدام في الزيت عشان وانا بقطع العجينة المقص مالزقش فيها ومتملوش التصب العجينة قوي عشان تكون سهلة ونقلبها بعد كده نسيبها تتحمر من تحت بعد كده نقلبها عشان تتحمر من الوش التاني وهكذا لحد ما نخلص كل الكمية الوش الواحد بياخد حوالي دقيقتين تحمير بعد كده نطلعها على ورق مطبخ او في مصفة الصفة من الزيت الزيادة دلوقتي هنعمل سوس التغميس اللي هنعمله جنبها والسوس ده اختياري هنحتاج معلقتين كبار من اي جبنة عندكم جبنة كاري او حتى جبنة تلاجة وهنضيف على الجبنة معلقة صغيرة من التوم المفروم ومعلقة من هارسة الفلفل الاحمر هتلاقوا طريقة هارسة الفلفل الاحمر في لينك تحت الفيديو ده عاملها بتلات طرق مختلفة وكمان استخدامات كل طريقة وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة ملح والملح حسب ملوحة الجبنة وكمان ربع معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة بابريكا وحوالي اربع معلق كبار من الزيت او تلات معلق بعد كده نخلطهم بالخلاط انا استخدمت الهند بلندر ممكن انتو تستخدموا الخلاط العادي وممكن كمان تستخدموا كبت الخلاط هنخلطهم لمدة دية واحدة فقط وبس كده بعد كده نفضيها في طبق ونحطها جنب البطاطس والسوس ده زي ما قلتلكو هو اختياري جدا وكمان ممكن تعملو بدون اضافة الجبنة بيكون برضو حلوي جدا وده شكل البطاطس ممكن تتاكل سخنة او بردة طعمها حلوي جدا وهشة جدا من جوه وكمان تغيير للبطاطس المالية العادية شايفين من جوه هشة ازاي؟ زي المعجنات بالزبط جربوا تعملوا البطاطس بالطريقة دي هتحبوها جدا وكمان الاولاد هيحبوها قوي وبالهنة والشفة مقدما والسلام عليكم شكرا 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 شكرا